أحمد المستوى الثابت والمتميز للنادي الأهلي مع مارسيل كولر خلال هذه الفترة إيه رأيك؟ طبعاً يعني هو من ال... الأهم أنا آسف الأهم ثبوت المستوى أو ثبات المستوى من الثبوته أيها ثبات ثبات المستوى لأنه هو ده الأهم طبعاً وفيه شوية حاجات هو الرجل يعني بارع فيها قياساً لمدربين الأهلي السنة اللي فاتت السنوات اللي فاتت بتقولك ليه الأهلي بيوصل للمرحلة دي في أفضل حالة وأنا لو تفتكر حضرتك قبل المتش كنا قولنا أنه من سنين طويلة جداً الأهلي ما وصلش بالعدد ده من اللعيبة غير المصابين وبداني إن شاء الله نمسك الخشب يعني عشان اللعيبة تفضل سليمة بإذن الله لحد ما الموسم يخلص إن شاء الله بس الشيء المهم برضو أن الراجل ده خد كل اللعيبة اختبرهم فعلاً كلهم ودى الفرص لمعظم اللعيبة أو أكبر قدر من السكواد عشان يقول لك فعلاً أن أنا عادل وأن أنا قادر أوزع خياراتي ولما وصل لتشكيلة أساسية مكونة من 11 لعيب كان عليها اتفاق من كل الناس بما فيهم أصغر واحد في الجمهور هي دي النقطة اللي فعلاً كولر برع في أنه يوصل الأهلي لها في الوقت ده مع إن عناصر أساسية كتير جداً فقدها لو جينا نبص إحنا دلوقتي شايفين التشكيلة الأساسية لأن دي أفضل تشكيلة بتلعب دلوقتي ولكن لما كان كريم فؤاد مثلاً في بداية الموسم هو نجم الفريق واتصاب بالرباط الصليبي كنا شايفيني أن الحتة دي جزء كبير من لعب مرسيل كولر هيختلف تماماً لمجرد إصابة كريم فؤاد صحيح إن الرجل ده الحداشر لعيب الأساسي تطوروا تحت قياته دي نقطة مهمة جداً الحداشر لعيب مستوهم زاد من أول محمد الشناوي لحد كهرباء وبرسيتاء وحسين الشحاة إحنا بنشوف أفضل نسخة هجومية للأهلي من سنوات طويلة جداً على مستوى الخط بنشوف أفضل نسخة في خط النص من مدة طويلة وبأعلى خيارات وزي ما قلنا بنوصل لحد الأمطار الأخيرة في الموسم وإحنا في جهازية بدنية وفنية وزهنية عالية جداً النقطة اللي اتكلم فيها جيمي أنا بضفها وبقول إن الرجل ده فعلاً بيعرف اشتغل ذهنياً ونقطة التصريحات اللي قالها بعد المتش دي تصريحات كبيرة جداً إنه لسه حاطت لمهمة القياب أهمية كبيرة وقال إنه إحنا ما عملناش أي حاجة غير إن إحنا حسمنا 90 دقيقة وقال إن الترجي فريق كبير كل ده عكس إن الترجي ده خلبيه المتش الترجي منقوص والترجي ناقص والترجي كل حاجة ونبيل معلون قبل المتش بيقول إن إحنا قرييني الأهل وعارفيني هيلعب إزاي وما إلى ذلك كل دي صراحة تصريحات أنا شايف إنها ما كانتش موفقة وبعض المجوم برضو التوانس اللي يأكدوا إن مباراة الأهل هتكون محسومة سلفاً هما النهاردة صح يعني النهاردة فيه كتير من الأشقاء التونسيين بدأوا يعني يستفيقوا من اللي حصل بس نجعوا بيقولوا إنه إحنا ما ينفعش نقرر نفسنا بالأهل في الوقت ما إحنا كنا بنقول يعني إحنا يعني في ناس كتير كانت بتقول كده فبلاش كان من الأول لإنه إنت يعني كان مين بيحترم مين ومين ما بيحترمش مين قبل المتش كان واضح أو مين الطرف اللي بيعامل التاني باحترام فعلي وبيقول التاني أنا باحترمك ومين الطرف اللي كان بيقول المهمة سهلة لإنه في النهاية دايما أنا بشوف كده أنا دايما وجهة نظري كده حتى إهلميا الكبار أو الكبير سيظل كبير معنى الترجيح يفضل ترجي مهما كان ظروفه مهما كان أموره مهما كان عنده مشاكل مهما كان عنده أزمات لكن الترجيح يبدل ترجي بالظبط على فكرة اللعبين المصابين للترجي اللي غايبين عن الترجي الست اللعبين المصابين هو حمده الهني والعنصر الأساسي غيران مش أساسي السنادي غيران مش أساسي السنادي أيوة مؤثر يعني في حمق التشكيل تتعندك أكرم وكريم أساسي يعني محدش تكلم فيهم عمر السلية برضو يعتبر نستراجع دايو دايو لك دايو لك إن مرسل كولر عارف الجهاز الفرق كويس الترجيح يتكلم عن عدد الاخترارات كبير جدا الاخترارات دي جات من إيجاد من مشاركات اللعيبة في بطولة الدوري بشكل كويس عمره بشكل صح